المشروع الأضخم في عروس الشمال التركي مشروع مارين سيتي متواجد الآن في الساحة الخارجية لمشروع مارين سيتي المشروع عبارة عن مرحلتين مرحلة البريميوم والمرحلة الثانية تريو نتكلم اليوم عن مرحلة البريميوم مرحلة البريميوم عبارة عن أربع أبراد سكنية بينها الخدمات يوجد في هذه المرحلة خدمات خارجية وخدمات داخلية أشرح لكم الخدمات الخارجية منها بوابة الإلكترونية خدمة 24 سالة مدار الأسبوع مسطحات خضرة ومنمرات مائية جلسات عائلية على هذه المسطحات بالإضافة إلى المسطحات الخضرة وما ننسى أيضاً موجود كافاتيريا ومواقف مغلق للسيارات زايداً مواقف مفتوحة موجود ملاعب رياضية وأيضاً الشيء المميز أنه للأطفال حاجة مميزة اللي هو صالة ألعاب خاصة بالأطفال الخدمات الداخلية اللي موجودة في مرحلة البريميوم عندنا صالة رياضية جيم قسم خاص بالنساء والرجال الصالة اسباء اللي هو مساج مع ملحقاته بالإضافة إلى حمام تركي وحمام بخار وساونة قسم خاص بالنساء وقسم خاص بالرجال وما ننسى أيضاً موجود صالة رياضية ومسبح مغلق قسم خاص بالنساء وقسم خاص بالرجال تعالوا مع بعض إلى مجسم المشروع نأخذ فكرة سريعة عنه وصلنا جمعات الخير مجسم المشروع زي ما شرحت لكم المشروع عبارة عن 55 ألف متر ربع على مرحلتين مرحلة البريميوم ومرحلة التيريوم اللي بريش رحه مرحلة البريميوم زي ما شايفين أربع أبراج سكنية البرج الواحد فيه تقريباً 25 طابق البناء المسلح اللي بنوه المهندسين أساسات البناء مش زي أي مشروع موجود مثلاً في تركيا أو في أي مكان أنه مستخدمي فيه مواد وأساسات تقريباً 18 متر تحت الأرض هذا الشي يكون أمان للزلازل وأمان أيضاً للبناء المساحة الخضرة اللي شرحتها لكم أو الخدمات الخارجية اللي شرحتها لكم سابقاً والخدمات الداخلية جميع شايفين في المكت وشرحتها قبل شوية تعالوا مع بعض نطلع للشقة نشوف مساحة الشقة وطلالتها وتفاصيلها كاملة خلوكم معنا حالياً أنا متواجد أمام البلوك A كما شرحت لكم في المجسم تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة على أرض الواقع تفاضل معنا هذا هو المدخل الرئيسي للبرج A كما ترى المداخل مثل الفناتق تقريباً لوب كبير مساحة كبيرة وشاسعة ديكورات منسقة وجميلة نتوجه نشوف المصاعد ونشوف كم شقة موجودة في كل دور كما ترى موجودة في كل دور أربع شقة الشقة التي نصورها هي شقة نموذجية أربع غرف صالة وأيضاً في البنائة هذه موجودة ثلاث مصاعد مصعد خاص بأثاث ومصعدين خاص بأشخاص تعالوا نشوف تفاصيل الشقة التي نصورها مع بعض موسيقى أنا الآن متواجد داخل الشقة وبالتحديد في الصالة كما ترى الأثاث الموجودة في الصالة مع الديكورات هذه الحاجات غير داخلة من ضمن بيع الشقة هذا الشيء صاحب المشروع أو إدارة المجمع يساعدونا في التأثيث نحن نأخذ الشقة من غير أثاث نشرح لكم الشقة النموذجية هذه هي التدفئة الموجودة في الشقة تدفئة أرضية المواد المستخدمة درجة أولى من أبواب من نوافذ الزجاج كل شيء بتشوفوه في الفيديو أو في الشقة درجة أولى ذات كوالتي جيد وممتاز ما ننسى أيضا أنه الشقة اللي بنصورها اليوم أو اللي موجود أنا حاليا فيها شقة أربع غروف صالة مساحة مئتين وستة وخمسين متر مربع زي ما قلت لكم المواد المستخدمة كباركة وديكورات والتدفئة والتبريد كله نظام مركزي التدفئة عن طريق الغاز الطبيعي موجود في البدروم الموجود في القبو في مخرج البلكون نشرحها وإحنا داخلين عن طريق المطبخ الأرض عضو الحيث الخاصة هنا وموجود نظام التدفئة المترجم 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 الدوليب هذه كمان الدوليب خاصة بالأحدي والعبايات مش موجودة من ضمن الشقة هذي يكون اكسترا يحتاج العميل يوفروها للعميل منطقة الكوريدور ارضيات نوعية جيدة ذات كولتي فاخر جدا السيراميك ديكورات سخفية اجهزة الانذار موجودة ايضا اسبوتات الوان متناسقة جدا رائعة مع ديكور البيت تعالوا شوف المطبخ حاليا انا في المطبخ لو تلاحظ المطبخ جاي على جزئين جزء يمين و جزء يسار الدوليب راكبة اما الأجزة الكهربائية لا شوفوا نوعية الدوليب اللي موجودة في المشروع مارين ستيتي كيف نوعية جيدة وفاخرة الرخام المستخدم نوعية الدوليب شيء فاخر جدا المساحة هذي مساحة نقدر نحط فيها منطقة خاصة بالسفرة و نستمتع بطلالة البحر في منطقة السفرة نتوجه للبلكونة هذي هي البلكونة الأبواب المستخدمة زي ما شايفين النظام سلايدينج اللي هو السحب نوعية الأبواب المستخدمة عازلة للصوت و عازلة للبرودة والحرارة يعني مواد مستخدمة يعني مساحة جيدة و الحاجة الكويسة أيضا أنه فصلوا أجهزة التكيف عن مساحة البلكونة أنه يكون جهاز خاص مقفل بباب زين مخزن نقدر نحط جهاز التكيف فيه عشان ما يدي حرارتها في فصل الصيف و نحن بشغل التكيف نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة تفضل معنا نكمل تفاصيل باقي الشقة شرحنا في بداية الفيديو الصالة و جينا المطبخ و طلعنا نشوفنا اطلالة البلكونة و اطلالة الشقة نكمل تفاصيل باقي الشقة نجي على غرفة رقم واحد الغرفة هذه مساحة تمامتازة لتلاحظوا أنها كفت لسريرين فردية مع كوميدينا و دولابها الدكورة كما ترى هذه ديكورات مهندسين معمريين يساعدونها في هذا ديكور نطلع من الغرفة الأولى نتوجه إلى دورة المياه الرئيسية التابعة لشقة لو تلاحظ دورة المياه الرئيسية من وجه المروش مساحة كبيرة و دولاب المخسلة و من الجهة الخلفية و من الجهة الخلفية و من الجهة الخلفية يعني مساحة دورة المياه مساحة كويسة و كبيرة بجوارها عندنا غرفة خاصة بالغسيل لو تلاحظوا أنه موجود هنا دواليب مجهزة الدواليب هذي برضو تكون إكسترا مكان خاص بغسالة الملابس و النشافة و أرفف يعني منطقة مخصصة للغسيل مقابل غرفة الغسيل عندنا السويت اللي يعتبر أفضل وأهم مكان بالشقة جاي على نظام غرفتين و ذات خصوصية إن الباب إذا أغلقنا الباب فيكون غرفتين خاصة معزولة تماما عن باقي الشقة له دورة مياه خاصة فيها لو تلاحظوا دورة مياه متكاملة كامير ووش و كلوزت مع المحصنة بحر نسيت كلكم أنه في بداية الفيديو أنه أجهزة التدفئة موجودة لها ريموت خاص فيها في كل الغرف الغرفة هذه اللي هي تابعة للسويت أطلالتها على البحر وجاية على سرير مزدوج و دولاب يعني منستقينها بطريقة جمالية و رائعة جدا نأتي على الغرفة اللي بجوارها حطين سريرين فردية مع دولابها و طلالتها المميزة أيضا على البحر يعني الغرفتين هذه لها حمام خاص فيها و سويت مغلق خاص ذات خصوصية بتامة نطلع و نتوجه إلى غرفة النوم الرئيسية قبلها عندنا المنطقة هذه برضو أرفف إضافية نقدر نستخدمها كشيء إضافي لنا ولا الشخص اللي يتملك الشقة غرفة النوم الرئيسية الماستر مساحة كبيرة و رائعة ديكورات جيدة أرضيات باركي التدفئة موجودة أثاث منسق وجميل و إطلالة خيالية على البحر إطلالة غرفة النوم و على المجمع برضو يعني شيء رائع جدا ما ننسى أيضا أنه موجود غرفة الدرسينجروم تبع غرفة الماستر غرفة الدرسينجروم أو غرفة تغيير الملابس جاية على شكل جدار كامل لو تلاحظوا هنا حاطين مراية أرفف منسقة بداخلها دورة المياه الخاصة بغرفة الماستر مروش مع كلوزيت والمخسلة يعني دورات المياه اللي موجودة في الشقة ككل دورات مياه كاملة ميه ناكسة فيها ولا شيء كذا أعطتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه في مشروع مارين سيتي زي ما شفنا مع بعض مشروع ضخم ومتكامل الخدمات في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات التفاصيل والأسعار تجدونا في صندوق الوصف أسفل الفيديو ولا تنسوا بتاع بعد آخر الفيديو هاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر